لو المريض سألك وقال لك أنا باخد الحبية بتاعتي كل يوم سواء حبية ضغط أو حبية سكر أو أي حاجة قبل الفطار معادها كل يوم قبل الفطار ونسيت أخدها وفطرت أخدها ولا ما أخدهاش قل له خدها حتى لو نسيت وكلت خدها في أدوية كتير لا يشترط أخذها قبل أو بعد الطعام لكن ممكن إحنا نوصفها للمريض كل يوم قبل الفطار عشان تثبت في دماغه ويسبت معادها وما ينسهاش فلو نسيها ياخدها ما فيش مشكلة حتى لو بعد الفطار وكمان لو بعض الأدوية بتتأثر فعلا بالطعام ولازم تتاخد قبل الأكل طيب هو لو نسيها ما نستناش لتاني يوم وياخدها برضو بعد الفطار حتى لو امتصاصها هيقل ونتجتها هتقل لكن مش هيبقى زي ما نسيبها خالص لتاني يوم فأي مريض بياخد علاج مثلا ضغط أو سكر ونسي الحبية قبل الفطار وافتكر وهو بيفطر أو بعد الفطار ياخدها ما فيش مشكلة بس كده